السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ برحب بالمشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجداد معي في القناة. وبشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي انا بشوفها معي. آآ هنقول النهاردة ان شاء الله قراءة عاطفية آآ لمواليد برج الحوت. ان شاء الله. آآ هنشوف بس الاول الطاقات الموجودة معي في القراءة. آآ شايفة الطاقة المائية. آآ طبعا طاقتك يا برج الحوت. آآ وهنشوف لو في طاقات مائية تانية. شايفة في طاقات نارية. آآ في طاقة مائية تانية شايفة طاقة برج العقرب. آآ وفي طاقة هواقية. آآ برج الحوت آآ عندك تعب تعب عضوي. هنتكلم عن تعب اللي انا شايفة دلوقتي تعب عضوي. تعب في ظهرك. آآ عندك تعب في ظهرك من فترة بيقليمك جدا. الف تلاية لكل مواليد برج الحوت. آآ انت بتعاني بقيلك فترة من السعب ده جدا. واللي شايفة هنا ان السبب عند بعضكو سحر. شايفة السبب عند بعضكو سحر. والسحر ده من حد مقرب منك يا برج الحوت. فيه سحر من حد مقرب منك. وده سبب السعب اللي انت بتحط بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه ندم. شايفة حد ندمين انت او الشريك في انفصال وندم وتفكير في الماضي. عايز ترجع. او لو القراءة عكسية او الشريك عايز يرجع. فيه بعض. شايفة فيه طرف تخلى. فيه طرف تخلى عن التاني. بعض مواليد برج الحوت. فيه حزن. فيه حزن وانتواء. وما بقاش عنده ثقة في حد. في الحلات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز يرجع. فيه حلات فيها انفصال فيه كتير منكم مش عايز يرجع خلاص. انت خدت قرار بالبعد وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان تقاط ترابية. فيه تقاط ترابية ظهرت. اه في حد تعرض الخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. آآ بس انا شايفة كارت العدالة تلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك بالزيت من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها. وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد. جيل لما تكون حللت الموقف ويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدس عندك. لان انت يا برج الحوت آآ آآ يعني بتقدر آآ عندك هقولك ايه? آآ الحدس عندك عالي. يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون اهو. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة في علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف التاني. علاقات خصل فيها خزلان. ما حدش عايز يسمع. يعني ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الحوت تفت بالسحر. لا يعني بالطرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعد جدا. انت والشريك بتحبوا بعد جدا. آآ والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده. ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج التقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده. في سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا ربنا في الفترة دي. آآ بتلوا السحر بالطرق الشرعية. اخراج الاستدقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لابطال السحر. شايفة كمان الكتير من مواليد برج الحوت آآ في عندكم قريب فيه لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفطلين. يعني في يعني لو المنفطلين هيكون فيه رجوع. ان شاء الله. وبلقاء عاطفي حلوة قوي قوي قوي. آآ بازن الله يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيب ويا رب. آآ آآ لاني شايفك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة زي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر. هيحاولوا آآ لو في مشاكل يحلوها ما يخلهاش آآ فأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين في عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. في يعني فبالتاني هيكون فيه لقاء حلو جدا. يعني الحنين اللي عنده المنفصلين هو من النحيتين. ده السياه جامعة اللي فيه سحر. انا شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. السحر ده تحاولوا وتبتلوه. آآ 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 فيها تلاقوا حلول. يعني فيها تلاقوا حلول للترجاع العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت هترجع احسى من مكاني. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او آآ يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معا حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا اتكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا موليد برج الخط. آآ طيب المنفصلين ثاني اهو. يا برج الحوت انت محتاج فالفترة دي تشغل دماغت مع الشريك? لاني شايفة فيه علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان فيه حب وفيه علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاق. فيه الطرف سمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللاسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الطرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار عند الطرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في في تفكيره في وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي اللي نتجه تحت بتأثير الضغط ده مش هتكون صحيح. سواء انت او الطرف الثاني. مش هتكون صحيحة بلو مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس ثانية. انتو سمحتون يوم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس تحيل سليمة. وده طبعا مش عيب ما انت تكون عايز ترجع العلاقة بتاعتك تاني. آآ عايز اطمن مواريد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو في كتير تواصل عاطفي. يعني شايفة تواصل تواصل فيه. عندكم كتير جدا آآ تواصل عاطفي آآ وعملي كمان. وعلى فكرة فيه تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وترتب افكارك كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفصلين في فترة النص الاول من مايو. لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة. وحاول تفكر في حل المشكلة. بلاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة. وان احنا نفكر في حل للمشكلة. آآ النزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تخسر. انك تطلع خسران. آآ غير انك فلكيا في الفترة دي برج الحد هيكون عندك كواتب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة تنصل اول من مايو فلكيا عندك في كواتب معاكسة. بس هي مش هتطول. فانا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على تصرفاتك. وترتب افكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في رجل افعالك لان اللي بنعمله هو يعني بترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهول. اه في منكم اي سفر ممكن يتاح لي فرصة السفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي عايز سفر ممكن يتاح له فرصة السفر في الفترة دي. شايفة تعت كتير يا برج الخوت. سعب ومعاناية في الفترة اللي فاتت. بس قربت تنتهي. سواء مشاكل او علاقات اه انت قدمت فيها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبزلت فيها مجهود. بس شايفة في عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفية. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة. يعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي الحب هيلغي. في منكو يا برج الحوت الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكو هيكون ومنكو هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبالك بس العلاقة بينكم ما كانتش حب. هتتحول لحب متبادل. اه لكن في البداية مش هيكون في اعتراف من الفاتح من الطرفين. يعني في عندكم حب جديد خالص. خد بداخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسباله. وفي هيكون في علاقة حب لطرف. انت تعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك. ومن الطرف الثاني بس مش هتعترفوا البعض في البداية. برج الحوت يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة. اه من فترة كبيرة انتو تعبانين جدا. كتير منكو حاسين اه اه حاسين بدا لحد دلوقتي. يعني حاسين بالتعب ده لحد دلوقتي. اه بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. اه او الزباب بتاعتكم بالصلاة والاستغفار وآآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي في حاجات كويسة كتير. بس لازم انت تقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافس الطاقة عندكم يا جماعة. لان احيانا لما بلاقي الحد في حاجات كويسة جايله ومسلا اسمع من حد يعني ان لأ مثلا ما حصلتش ففيه يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقسل منافذ الطاقة فيه ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة لأ افتح منافذ الطاقة عندك بالصلاة وبالاستغفار وبالذكر فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكم حلوة قوي فيها حاجات حلوة جدا على المستوى العاطفي وفلكم كمان على المستوى المادي عندكم شوية حاجات حلوة كمية آآ آآ لازم تعمله كده عشان تستقبله الاحسن او الحاجات الايجابية يعني يكون عندكم استقبال الحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله القراءة انتهت يا برج الخوت شايفها قراءة ايجابية آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين آآ وشايفة عندك ناصر وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكم آآ بس زي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك لازم يتفك لازم تبطلوه آآ فيه الرؤية الشرعية آآ فيه البخور آآ بورق اللوري الحاجات اللي انا بقول عنها دي حاجات عن تجربة يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص السحر تبطل. آآ وسامع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق تشغلوها دايما وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبطل السحر ده بإذن الله آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريض آآ يعني انا عامليها مع حد آآ لو جبت معيها نتيجة يعني مع واحدة ان جزها مش ايه وجزها منفصلين آآ لو جابت معاها نتيجة ان شاء الله قريب هعلن عنها آآ هي ايه هعلن لكم عنها كلها بان انتو آآ تكتدوا تنفذوها وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة عشان هي تعبانة جدا برضو هتجيب معاها نتيجة بإذن الله وهبشركم قريب وتعملوها انتو كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد والتفعيل الجرس واللايك وهستنى التعليقات بتاعيكو ان شاء الله آآ شكرا للمتابعة برج الحب اشتركوا في القناة عشان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر